الأفكار العظيمة تبدأ كحلم جميل وهذا الحلم يتحول إلى واقع بدعم المخلصين الأمناء واليوم نشهد أول انطلاقة لمشروع قادم هو منصة تعليم جازان يلهم جازان ادوكيشن انسباير ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة المدير العام لدعمه مثل هذه الأفكار البناءة حيث سيتحدث اليوم عدد من المعلمين والمعلمات عن قصص نجاحهم الملهمة ونبدأ مع قصة كسب القلوب قبل العقول والأستاذة عزة العطاس بسم الله الرحمن الرحيم سعادة الحاضرين سعادة الحاضرات ما أجمل ملتقانا بأهدافه وتوجهاته وتطلعاته فتحقيق نواتج تعلم مستدامة لطلابنا يعلم الله أنها إحدى أهم غاياتي التي أسعى لتحقيقها على مدار العام الدراسي من خلال أهداف التعلم وأنشطة الدرس بنوعيه عبر بوابة المنهج المدرسي تصميم بيئة صفية جاذبة كنت أعتقد أن تصميم بيئة صفية جاذبة كفيل بتحقيق أكبر قدر ممكن من نواتج التعلم لكن اكتشفت بعد ذلك من خلال احتكاكي بالواقع العملي أن هناك جملة من المعوقات وقفت عاجزة بيئة الصفية بكل مقوماتها التقنية عاجزة أمامها هذه المعوقات محدودية وسطحية وبساطة المفردات اللغوية لدى بنياتي وأبنائي ثانيا ضعف العمق المعرفي عند التلاميذ حيث لا اتساع ولا توازن يناسب مستواهن ثالثا تبخر سريع للقيم والاتجاهات وبالتالي كان لابد من اتخاذ وقفة حاسمة ضد هذه المقومات واستبدالها بالمعوقات واستبدالها بمقومات نجاح أخرى فكان أولى هذه المقومات اكتساب القلوب قبل العقول وهنا بدأت العمل على تحقيق رغباتي بنياتي وكان من ذلك تحقيقي لرغبتهم في أداء العمرة كأحد الأمنيات ولكني وضعتها تحت تحقيق شرطين أولهما الارتزام بالسلوك الأخلاقي على مدى العام الدراسي وكذلك عدم الغياب وبفضل الله تحقق ثانيا اكتشاف البيئة الخارجية ومدى تأثيرها في عملية التعلم هناك العديد من القيم التي كنت أسأى إلى تعزيزها وترسيخها ولم أجد أفضل من خروج بنياتي للبيئة الخارجي وتجاوز أسوار المدرسة وكان من ذلك من تلك القيم قيمة دور عامل النظافة ودوره في خدمة المجتمع وهنا أخرجت طالباتي وبتقديمي لتوزيع هدايا لعمال النظافة مع استشعار دوره في المجتمع القيمة الأخ وهذه تطبيق داخل المدرسة مع العلم أننا بعد ذلك غيرنا مسمعا لتنظاف إلى صانعة الجمال القيمة الأخرى التي سعيت لترسيخها كان بر الوالدين وهنا قمت بإصطحاب أبنائي وبنياتي إلى دار الرعاية الاجتماعية للمسنات وهذه النعمة ثم بعد ذلك مورس هذا التعزيل هذا السلوك الإيجابي مع المنزل الدعم الإيجابي من المعروف أن الفروق الفردية إلزامية بين التلميذات لذلك وجدت عندي طالبة كانت تعاني من طيف التوحد ورأيت أن من واجبي العمل على تخفيف هذا العارض الصحي لديها لذلك قمت باستضافتها في بيتي لمدة ثلاثة أشهر متوالية وعملت على إخضاعها لكرساة تعديل السلوك وبفضل الله كانت النتائج فوق توقعاتي وفقها الله اكتشاف المواهب وهي إحدى أهم مقومات النجاة حيث قمت تصنيف طالباتي حسب مواهبهن فهذه فئة تعشق الإنشاد اصطحتها إلى قناة أطفال ومواهب تعرفنا على الكواليس وأدينا رغبتهن ومارسنها في الإنشاد عندي طالبات كنا ممتازات في تمثيل الأدوار وفن الإلقاء استغليتهم في المهرجانات وفي الحفلات كان أخراها حفل سيدي أمير المنطقة في أبو عريش فكانت فقرتهن جدا رائعة وهذه بعض المواهب من مزج الألوان صنع الدمى قص ولذ تعليم مختلف عمل مجسمات تم تعزيزها وصقلها وهنا قراءات الاحتفاء بالمنجز ما من شك أن للتعزيز بنوعيه المادي والمانوي أثر كبير على استدامة نواتج تعلم عالية وهنا تنوع تحفيزي لهن هذا التحفيز هذا التحفيز المتنوع بفضل الله جعل أبنائي يتمتعون بنواتج تعلم عالية جدا أولاها الثقة في النفس ثانيها اكتساب حصيلة لغوية رائعة اكتسبنا أيضا مهارتين طرح الأسئلة وتلقي الإجابات اكتسبنا أيضا مهارتين التلخيص والتدوين لمشاهداتهم ختاما أحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل ديدني تحقيق نجاحات متوالية كيف لا ووصية أمي وأبي ما زالت ترن في مسمعي على مده مسيرة ثمانية عشر عاما قضيتها في السلك التعليمي خلاصة تلك الوصية يا ابنتي اتركي أثرا طيبا رحم الله أمي وأبي والسلام عليكم اشتركوا في القناة